شوف دائما الناس السيئة تختبر قيمك شوف أنت تصبر ولا لا هي تربيك ترى تربيك وسبحان الله أنت يعني لما أجلكم الله السامعين لما يأتيك أحد يريد أن يسحبك إلى منطقته لا تذهب لأن السيئ جدا هو أجلكم الله وحاشا الجميع كالخنزير عندما تدخل معه في منطقته في الوحل ستتسخ أنت بينما يستمتع هو أنت ما تقدر تفوز عليه هو هذه منطقته فالأفضل منك ما تذهب أبدا لكن تختبر نفسك الصبري على أمثالي بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله يومكم بكل خير أخباركم يا رب طيبات اللهم رحم والدي وموت المسلمين جميعا شو طيت عليه اللهم رحم والدي وموت المسلمين جميعا رب جعل قبورهم روضا بالرياضة الجنة اللهم صلي وسلم على سيد الخلق محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم أخباركم يا جميلاتي إن شاء الله بخير وإن شاء الله بصحة وعافية اليوم بإذن الله تعالى معانا ضب مقاضي الشهر مليان أفكار حلوة وفيه كم ثكرة يا رب كذا تلقطونها مني وتستفيدون منها إن شاء الله طبعا قبل ما نبدأ الفيديو أكيد أكيد زي ما عودتك جيبي كذا لك حاجة تشربينها وانتي تتفرجين علي وكمان لا تنسين ومصارونا باللايك حاب أشكركم كمان ما شاء الله تبارك الرحمن حنا من أمس لليوم زدنا 150 ألف مشتركة حياكم الله معاي بالقناة مشرفيني ومنوريني خلاص يا بنات على قولة خوالي كذا بالسوري عضتك وسايا وندخل إلى 193 ألف أكيد حياكم الله جميعا في قناتي كلكم الله على راسي من فوق طبعا اللي ما شفت معاي الفيديو اللي فات أتمنى أنها ترجع وتشوفوا الفيديو اللي فات يا بنات فيديو مقاضي الشهر خلاص والفيديو هذا فيديو ضب مقاضي الشهر تمام بس ما حبيت أن أطلعهم فيديو واحد حبيت أن أفصلهم لأن الفيديو إن شاء الله مليان أفكار ومليان أشياء حلوة ومليان كذا أشياء مفيدة أول حاجة زي ما بديت فيها زي ما تشوفون الثلاجة طبعا يا بنات أخذيها قاعدة من أمسارة إذا حبيت نطفين الثلاجة لا تستنيني كلك روتين شهري لتنظيف الثلاجة أبدا كل ما جبتي مقاضي حتى لو جبتي صندوقين بندورة نطفي الثلاجة هذا النظام اللي أنا ما شافي بس تكة صغيرة معلش المنظف اللي قاعدة أستخدمه هنا دكتور بيكمان ممتاز للثلاجات أو المايكرويف خذيت من مؤسسة الأطباق النظيفة يباعب كل مكان إذا ما لقتي تمام أو ما حصتي أو دينك صغيرة أو ما تبغاني تشترين عشان ما تكلفين عن نفسك جيبي علبة مي دائما نكركم الحركة هذه علبة مي تحطين فيها تكة خل تمام تكة خل بسيطة ونقطة لا تذكر بسيطة جدا 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 مصابون الموعين رجيها زين وأمسحي فيها معقم ممتاز حتى الريحة تطلع ريحة نظافة خلاص المهم بدأت كده طبعا شايفين ثلاجة من تحت الدرجة مهو فيه الدرجة انكسر معاي مرة شفتين الدروج اللي تجي تحسون فيه شي كده مع المثالها تحطين كوسة بيت انجانة تحسون الورق وين يندحر كده بين الباب بين الواتحة حقة حقة الدرج وبين الزوايا فحاولت انه أفكه أفكه وعلى الانستقرام يتذكرون طق كسرته يلا الحمد لله على كل حال راح مع ألف سلامة واللي بعنا خسر دلانة مع ألف سلامة المهم قد خلاص عاد كيف ثلاجتي والله حلوة وأنا متحسف أن يبيع الثلاجة لأن الثلاجة ما شاء الله يابانية عارفيني الياباني الياباني أني حاجة كد يعني الأولى بلا منازع فثلاجتي ياباناتي يابانية فحرام أنه أنا بيحها في واحدة من البنات تسألتني قلت يا امسارة ما شاء الله تبارك الرحمن مطبخك جنن لا إله إلا الله حبيب تجواب على سؤالها لأنها كل مرة تسألني يعني ما شاء الله قلتني يا امسارة المطبخ عندك يجنني جنن تقول أول مرة شوف مطبخ بالجمال هذا حبيبتي الله يسعدك يا رب هذه والله عيوني كان حلوة سألتيني على حجم مطبخي وسألتيني على نوعية مطبخي أكثر من مرة أنا دائما والله أكرر بالتعليقات وأصلا أنا مساوي جولة في مطبخي شوفي حجم مطبخي أنا عندي بالطول ثمانية تمام مطبخي كبره ثمانية والعرض يبانات تقريبا أربعة تقريبا إذا ما هو أربعة هو ثلاثة وتكة بس بالنظر كذا أربعة وممكن يزود أنا قلتها من راسي بس الطول أنا متأكدون الثمانية لأنني صارتي عشرة خلاص وفي مترين ناكسات اللي حق الدولة المياه الله يهزكم فمطبخي أكيد أكيد ثمانية وصلت للمعلومة خلاص زي ما تشوفون قاعدة كذا أنظف الثلاجة كنت أسولها في السالفة وشي يوم سارة وشي يوم سارة الله يراحت السالفة راحط الطيور برزاكها المهم مزحت الثلاجة وبديت كذا أضب الأغراض بجاوب على سؤال صغنون هنا واحدة قلت لي يوم سارة أنت مسافرة حاليا ليش مقاعدة تنزلينا فيديوهات السفر لأني يا بنات أنا ماشية بالترتيب خلاص هذه الفيديوهات كلها صورتها قبل ما سافر فما أقدر أن أسبق فيديو على فيديو أنا مقاضي شهر جايبتها قبل ما أسافر فهمتوني فلا أكيد أصور المقاضي وبعدين أرطبها وبعدين أمشي معاكم بالترتيب لكن بإذن الله تعالى كامل مكمل مصور يعني خلاص بدأت كذا عاد الحيل أضب المقاضي طبعا يا بنات برجاء أي موضوع الثلاجة تنظيف الثلاجة شوفي الثلاجة من الأشياء اللي ما لها روتين صراحة أنا ومسال عندي الثلاجة عندي ما لها روتين اللي بعض تقول روتين تنظيف الثلاجة حلو بس يايريت هذا الروتين ما يكون شهري هذا الروتين يكون أسبوعي الثلاجة لازم تتنظف بشكل دوري ليش لأنها تجمع بكتيريا بشكل ما تتخيلون تدرون إيش البكتيريا تجي ممكن تنسين مو كاسة تنسين طاس إيدان بالثلاجة خلاص تنسين نصف فاحة بدون مفتوحة كلها بكتيريا تمتيل داخل الثلاجة فكل أسبوع شيكي عليها ونظفيها شوفوا طريقة تنظيفها الثلاجة سهلة وبسيطة آخر الشهر أطلع الأغراض كلها مع الرفوف مع الأبواب مع كل حاجة ضلحها أعطيها تممين كذا غسير على المغسلة مع شوية صابون اللي في الدروج ورجحها أبخر الثلاجة كيف تبخرينها يا مسارة كنت ما راح أجيب أخور وفحم راح أجيب مستكة تجيبون يا بنات مستكة خلاص وتبدين كذا تبخرين الثلاجة فيها تحطينها على الفحم وتخلينها جوى الثلاجة وتسكنين الثلاجة والثلاجة وشغالة عادي بعدين افتحيها ما شاء الله تبارك الرحمن عاد ريحة المستكة في ناس ما يحبونها بس أنا أمسارة من الناس اللي أحب صراحة ريحة المستكة حيل أحبها بس وخلاص هذا التنظيف أنا أخليه كل شهر التنظيفة هذه اللي بالمستكة أنا أخليها كل شهر حلو لكن التنظيفة الأسبوعية أمسح من بره وزي ما تشوفوا ما شاء الله الثلاجة نظيفة لما أجيب ما أعطيها التنظيفة الشهرية هي أصلا نظيفة أوقات ما نظفة خلاص هي نظيفة لشي طلع لغرض أن نظفها فاعتمدوا هذا النظام بإذن الله رح يعجبكم هنا جيت حطيت عصيرات سارونة وكمان حطيت الحليب بنات اللي عندهم الطالبات من المدارس أول ابتداعي سجلتهم ولا لا أنا سار الصنة الجاية أول ابتداعي بإذن الله قالولي لأن سار داخل روضة هذه يا بنات فايدة الروضة للعمر الصغير أنا عندي سارة عمرها 5 سنين و3 شهور تمام فعادي يا بنات تدخل روضة لأنها دخلت لأنها دخلت تدخل المدرسة أول ابتداعي لأنها دخلت روضة لكن لو كان الطفل عمره 5 سنين وتكتزي عمر سارة وما دخل روضة لا ما رح ينفع يدخل أول ابتداعي إلا في حالة لما يكون عمره 5 سنين وتسع شهور يستثنون 180 يوم يشلون 180 يوم وعادي يتدخل مو يدخل الطالب أول في دائي لكن إذا كان عمره أقل من 5 سنين وتسع شهور لازم يكون داخل روضة فهمتوني فسارة بإذن الله تعالى هذه السنة الجاية أول ابتدائي كبرتي يا سارون تسم الله عليها الرحمن الرحيم ماني بصدقة كني أمس والدتها قسم بالله العظيم أحس حلم دموعي تريد أن تتساقط أنا من الناس لما يجي الأشياء هذه لا ما أقدر في أحد زي ولا لا نجي هنا للشعرية في وحدة قالت لي يا أمسارة الشعرية هذه بطلة أتوقع اسمها الشعرية الوطنية أتوقع قالت لي كذا تقولي يا أمسارة حلوة والله حسيت من لونها شوفوا من لونها حسيت أنها بطلة من يعرف ليش لونها فاتحة الشعرية اللي كانت عندي وبيعتمدها وتراها يا بنات رخيصة سعرها تقريبا ريالي تقريبا بس مرة 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 بنات مدحوها بالتعليقات أنا ما جربتها علشان أنا جربتها ولا ما جربتها لا أنا طبخت قبل ما أمشي طبخت رز أبيض بلسان العصفور مع إداء شوفوا بأعطيكم نصيحة بخصوص الشعرية طبعا إذا ما تبعون تشترين الشعرية اشتري لسان العصفور أنا في حالة كان عندي الرز المصري أو أي رز قرر بيخلص وحابة أسوي رز بالشعرية عرفات شو سوي يا بنات وما عندي مثلا رز مصري وحابة أوفر مثلا رز المصري اللي عندي يكفي طبختين يده يده بيوضه بيكفي وشو سوي أكثر لسان العصفور حط سمنة وشوح لسان العصفور بالسمنة لين تطلع ريحة لسان العصفور مع السمنة وحط الرز كذا أنا أكون ضاعفت كمية الرز اللي حابة تستفيد من الطريقة يعني فهمتوني جيت كذا من الليمون طريقة حفظ الليمون أنا عادة ما أحفظ الليمون على الطاولة بس ما أدري مش تهي صندق الخشب وقلكم يا بنات أنا رحت لدايسو أنا بالرياض حاليا قاعدنا ما تجد الفيديو بالرياض يا بنات شريت منظمات من دايسو خشبية بحطهم مع الصندق هذه تحفى بوريكم ياها إن شاء الله حتى رخيص دايسو اللي بالرياض روحوا ترسعر كل شيء بثمانية ثمانية غالبيتي ثمانية يعني فأنا شريت بعض الأغرف خلاص عموما طريقة تحفظ الليمون يا حبيبات قلبي تجبيلك الطبق خلاص وتعبينه مي وتغمرين حبات الليمون بالطبق بالمية فهمتوني تغمرين حبات الليمون بالمي وتحطينه بالثلاج عيقيت معاك شهر شهرين كأنه طازج هذه أفضل طريقة لحفظ الليمون جيت الحين كذا هنا وين كمان جيت كذا إلى ما ندمت أنه خذيت هذه العلبة بنات سكاكل تذكرون هالزاز سوى تخفيضات 80% أول شيء سوى تخفيضات 50% رحت خذيت العلبة هذه طلعت علي تقريبا 12 ريال وكان في زيه لون أزرق بس حبيت اللون الأحمر ليش هذه يا بنات علبنا نسكافي بعد كذا سوى تخفيضات 80% ما عاد لقيتها كانت رايحة يعني الزبدة يا بنات شوفوا أنا حط هنا النسكافي تجنن تتحوني المقدام تسحبون بس وهذا أفضل نسكافي أنا جربته وريتكم يا قبل وليان حليب كوبية اللون أبيض شوفوا هم يجون ثلاث ألوان أنا دائم نتكلمكم عليهم واللي جربوهم قالوا يا أمسارة بالفعل أفضل نسكافي أنا أمسارة شركة نسكافي تحديدا أنا قاعد ننظف الفريزر رطب الفريزر معاكم أنا أمسارة شركة نسكافي تحديدا ما أحبها يا بنات تسبب لي خفقات تدرون ليش نسبة الكافيين فيها عالية فطوالت سبب لي خفقان أنا أمسارة شركة معايا سكر من يعرف ليش شركة معايا سكر علموني من أشياء اللي أحس أنه فعلا معايا سكر فيها دائما عندي جفاف أحس حلقي دائما جاف وبرضو العارض الثاني الله يكرمكم كثرة الدخول للدورات المية فحاس أنه معايا تحليل السكر اللي حللت سكر تخبرني كيف سوت التحليل لأني ناوي أروح أحلل بإذن الله تعالى أنا اللي يعرفه فصح كلامي ولا لا قلولي يعني أنا ما سألت أخواني عندي أخوان ديكاترا ما سألتم ما أسألكم أنتم يعني أنتم كمان خواتي أكيد اللي مرت في هذا الموضوع تكتب لأختها كيف حللت تحليل السكر تمام فأنا شاكة بالفعل أنه معايا سكر طبعا جيت هنا لدرجة اللحوم وهذا الدرجة لحق اللحوم والدجاج وما أدري إيش لقيت فيه من داخل فتفيت شلتها نظفتها وبدأت كذا أجعل أضب الأغراض فيها فيبنات أنا شاكة حرفيا أنه معاي سكر صراحة إن شاء الله يا رب ما يطلع إحساسي ميكانه إن شاء الله يطلع إحساسي خائب بس شفتوا اللي تحس كذا ماني عارفة أنا ممكن أدخل باليوم ولكنكم دورة المياه ممكن أدخل 20 مرة صراحة ماني عارفة هذه ممكن آخر شهر بديت أحس بالشيء هذا الحمد لله على كل حال يعني حتى لو طلع معاي سكر الحمد للأك نص الشعب 3-4 الشعب معهم سكر فماني عارفة المهم أحب أقولكم أنه أنا كما من الناس اللي يجيني هبوط بالسكر يعني ينزل معاي سكر فجأة معاي حالة هبوط بالسكر فالنس كافي يوترني لأن نسبة الكافيين فيه عالية فطحت بكوبيكو أخف وألذ وأحسن صراحة فليجي كيستو من بره سودا هذي تكون الكافيين فيه أعلى من المبيض أما اللي يجي أبيض يكون المبيض أكثر من الناس كافي يعني أكثر من الكافيين أكثر من الناس كافي أما اللي يجي وسط هذا يجي معتدل وأنا غالبا أحب الأبيض حس الأبيض أحسن يعني فهمتوني ما أدري كل إنسان كذا ورغبت أنا حس الأبيض أحسن ما علينا جيت كذا للفريزر أبردت بالفريزرات كلها شوفوا أنا يوم يوم تنظيف عفواني يوم تنظيم الثلاجة عندي هذا اليوم اليوم مميز ليش يا بنات انا احب انظف الثلة المقاضي واخذها تنظيفه وترتيبه من مرة رتبت الفريزر شوفو كده على طول طبعا ما مسحته لو ان الفريزر اصلا نظيف فاهميني الفريزر اصلا نظيف جيت هنا حطيت هذا الدرج انا اجبع فيه الدجاج اللحوم الاسماك النقط كل حاجة حطيت كده شوفو ايش رتبت حطيت اللحم المفروم الدجاج المفروم اللحمة حطيت كما كيس الدجاج الفيلة وبرضو كما راح احط داخل شوفو هذا كما كرتونين النقط حقات سارونة اريد احطهم هنا هذا النقط انا اخذه السارة من سادية يا بنات الكرتونة بسبع ريالات اخذها بالخضار واخذها العادي لو بغا تروح الحظانة اقليلها شوي ويحط الله اياهم فاهمتوني رتبت كده خلاص وحطيت هنا رفعت هذا فوق شوي احط كمان النقانق وريد احط يعني هذا الدرج المخصصته بس للدجاج احطيت البرغر كمان بس خصصته للحوم الدجاج والاسماك وكده الفريزر حقي مسوي عنه تقاريري كامل باليوتيوب ما شاء الله تبارك الرحماني جنن ونصيحة من قلبي اخذوها نصيحة من قلب اختكم اذا حبيت تشترون الفريزر خذوا فريزر الدروج تقولون تنظموه فيه اكثر من رفوف الرفوف تحتاجين منظمات هذا لا هو اصلا الدرج خصصينه لشي واحد فاشتري الدروج انا كده مسوية هنا جيت البطاطا كمان انا البطاطا انا كياس الكبيرة احب احطها بعلبة زكيدة ويحطها بالثلاجة ليش عشان لما بغى اقلي ما افتح الكيسو وتكب كب طبعا العلبة كانت صغيرة شوي بس عادي حطرتها لاني بالليل اصلا كتعارفة بحطر سارونة منها انك تبا ودي سارة عن الحضانة وبقليلها منها شوي ففضت العلبة فاهميني فهي على القد ويحب العلب هذي انها فيها ضاغط من فوق فيها امان تحافظ على الاشياء الصحية وحلوة كنتم اخذ العلب هذي من عالم الوسام اللي بسكاكع خلاص كذا احطهم كذا بالفريزر هذي افضل طريقة للبطاطا اذا عندك اولاد شباب عندك بنات مراهقات عندك ما ادري ايش يفتحون البطاطا ويكب وانا تبع الطريقة هذي برضو الحليب اللي يكون مفتوحة احب احب احطه في هذه العلبة حقية الحليب بس علشان يا بنات انا العلبة هذي مالها غطة شوفوا انا ايش اسوي بدورها غطة والله اريد دورها غطة ما احب احطها بباب الثلاجة احب احطها كذا اأنق واشيك صراحة وغلفها بالثلاجة صراحة ارتب داخل الثلاجة خلاص الحين كما جيتنا للحليب الحليب هذا شوفوه يفترضني ما في الضيب العلبة لا للحليب العلبة زينة بس ايش صار يا بنات العلبة اللي من فوق انقطعت شوفو كذا كنت اسوي لسارة هنا كورنفليكس وهذي اللي افتح فيها من فوق صارت تتسرب حليب فخفت يجي ابو سارة يصب لسارة حليب ويملوه للدنيا كلها فقلت خلاص انقليها يا ام سارة طبعا احنا نقلتها العلبة مع الاسف ما كفت بكل اسف ما كفت هل ارمي الحليب؟ لا والله ما ارمي الحليب شوفوش سويت حطيت العلبة طبعا العلبة زجاجية هذي قفلت الحليب زين وخلاص بس باقي ايش باقي يا حبيباتي هنا باقي الحليب صبيتهم بكوب واكيد اكيد شربتهم مليانات كالسيوم حراما المياني وخلاص كذا كذا كون خلصت من المشروبات تعالوا معايا الحين هنا للزيتون شوفو انا بالعادة اجيبكو بوليفا بس شوفوش سويه بايمانات افكو عارفات وحطوا بعلبة ثانية ليش اخذ على قد احتياجي هو ميته طبقوا الطريقة هذي بتطلع معاكم او فر ما تجيبين علبة كبيرة انتنا اشري علبتين فرغيهم وميتهم بعلبة كبيرة حطيهم وسكر عليهم والله رحت ايش معاكل الزيتون الآخر الشهر بتحسين انك فعلا جبت كمية كثيرة هذي افضل طريقة كمان لقيتها الحين تعالوا معا هنا لطريقة حفظ التوست خلاص انا وعدتكم بالفيديو اللي فات اعلمكم طريقة فرزانة التوست تجيبون السلوفان اللي هو النايلو في بناتي خربطون بين السلوفان وبين القصدير السلوفان هي بناتي اللي هو النايلو هذا القصدير قصدير هذا اسمه سلوفان النايلو خلاص شوفوا اخذ تخذين كمية التوست اللي انت حابتها انا خذيت الكمية اللي ما احتاجها واقلكم يا بنات احمد الله اني انا ما حطيت كل يعني خليت بس شوية صغيرة يدوب كليناهم بقى يمكن رغيفين والباقي قفلت وحطت الفريزر المسافرنا ارجع القالة وخربان ولا بوشي نفوه كذا بالسلوفان لا تحطونه بكيس لا نفوه كذا بالنايلو خلاص كذا بالنايلو زي ما انا سم سوية وتأكدوا انه الهواء يكون كله طالع منه خلاص غلفوه زين زين وبثل بالفريزر اذا بغيت تستخدمينه اياك يتحطينه بالمايكروويف لا تسوي فيها شطورة ادخلينه بالمايكروويف لا لا تدخلينه بالمايكروويف متل ما بغيت تستخدمينه وطلعي قبل ساعة وخليه على الطاولة بيفوك مع نفسه لو دخلتين بالمايكروويف بيعرق عارفوا ما شمعنى يبدأ يندي وطلع مي بيطلع لك زي السفنج ما ينوكل هنا كانت سارة تكلمني فافضل حل هنا يا بنات وشوا انكم تحطونه وين تحطونه شوف زي ما سويت انا داخل سلوفان وبالفريزر اذا حابت جميع كميات كبيرة البعض مثلا البقالة عنهم بعيدة والله يا بنات يطلع كأنه طازج بس زي ما قلتلكم الله يعافيكم خلونه على الطاولة يفق من نفسه بعد ما يفق نهائيا خلاص ما يصير فيه ما فيه مي عادي يفاكك حابت دخلينه تدفينه بالمايكروويف كيفك انت حرة بس ترى بسرع يذو خلاص كده له الفريزر كمان شوفوا هذا الكيس بقفله هذا اللي خليته بس برجعه انا اعتمدت الطريقة هذي للتوست يا بنات ليش حرام يا بنات نهدر بالنعمة النعمة هذي رب العالمي رحي سأنا عنها لا تتاونين فيها سوي طريقتي وحطي بالفريزر كل ما بغيتي يعني فيكي مثلا تحطي طلعين على قد احتياجك وباقي ترجعينه للفريزر خوذي على قد احتياجك من التوست ورجاي سكريب السلوفان ورجعي افضل طريقة علشان ما يخرب هنا تذكرون حفلة اختي انا نزلتها لكم هذا الكيك كان زايد من الحفلة تمام فامي قطعت انه كان نحن اخواني وزعت علينا بالكيك فهذه كانت حصتي بس كانت حاطت لي اياهم صنية مالها غطة مغلفتهم لي بالقصدير مدري بالنائلو فقلت لا ليش يعني بحفهم الثلاجة بطريقة زينة فجبت حافظة كبيرة كده وبديت اصف فيها ايش بديت اصف فيها الكيك زي ما تشوفون شايفات صفوا الكيك كله زي الحلاوة الحافظات هذه الان رخيصة بخمسة ريالات والله يا ابو خمسة شوفوا والله يا ابو خمسة بوق اشياء بالفعل تنظم البيت بس لا تتعودين عليه ليش؟ لانه يجمع قربيع كثيرة تتفقون معي ولا دراسة حديثة ابو خمسة يجمع قربيع تسترخصين الشي وتخذينه هو والله يبوق اشياء تجنن بس سبحان الله تسترخصين الشي وبعد ما تسترخصينه تبدين تجبين تجبين تصني ان مرحلة انا ايش جايبة ايش هذه الاشياء فلا لا تكثرين منه بس والله في اشياء تفق اسمان زي كذا حافظات صواني حلوة نفس كذا يعني خلاص الثلاجة الحين هنا شوفوا هذه كانت زبدة جايتني من وين؟ زبدة جايتني من عم علي الله يحفظها يا رب يطول بعمرها ويعطيها رب الصحة والعافية اشتقتلك يا عم علي اذا قاعدت تسمعيني يبالله اشتقتلك المهم جيت كذا شوفوا جبت الاكياس حطيت الاكياس كذا زي ما تشوفون وبديت ابغاء اصف الاكياس زي ما انتم شايفين انا طريقتي يا بنات بتنظيم الاكياس بالطريقة هذي اللي انتم شايفينها افضل طريقة لتنظيم الاكياس شوفوا لاني ما احب انا كركبة الاكياس عندي متعودتوا عليه مع مقاضي شهر لازم اطبق الاكياس اذا كان في اكياس يعني حاب اني اطبقها او مثلا يعني زي ازمس كورونا كتقرمي الاكياس صراحة ما استخدمها ما علينا انا قاعد اطبق الاكياس كذا تعالوا خلوني احكيلكم شوي على سافرتي بانا مسافرتها اللي انا رايحة الهوين انا حاليا بالرياض تمام البنات اللي يسألوني يا ام سارة على اساس انت رايحة لمكة وبعدين غيرت الوجهة من الرياض الى مكة تابعوا فيديو بكرة باذن الله تعالى وبتعرفون كل التفاصيل فيديو بكرة فيديو بعد بكرة بتعرفون كل التفاصيل وليش انا ما رحت مكة وليش غيرت الوجهة يا بنات ورحت للرياض اوقات سبحان الله في ظروف تحدك وتخليك تنجبر على شيء لكن الحمد لله اكيد اكيد الخيرة في مختارة والله بقى انا حاليا بالرياض وماني في مكة برضه في موضوع ثاني كما تسألوني عليه موضوع الاحتضان انت معارفين انو انا مقدمة على طفلة في دار الرعاية خذيت طفلة يعني طفلة يتيمة نبغى انها نجيبها عندنا بالبيت مش تبني يا بنات لا طفلة نجيبها من دار الرعاية ربيها عندنا بالبيت انت معارفات القصة ارجع الفيديوهات تحت القناة امسارة ايش صار بالطفلة هل كان سألقتي الموضوع اولا لا اكيد اكيد الحمد لله انا مني حيوانة هالكثر علشان اقدم وبعدين اتراجع اجيبها عندي بالبيت وانا مبغاها لا طبعا اللي عارفات اذا قاعدين يسمعوني دار الوداد الحين عارفين ان الموضوع ياخذ وقت هم دقب علي طبعا ذاك اليوم سووا معانا مقابلة انا وزوجي سووا معانا اسئلة زين مقابلة يعني خذوا معانا كذا ونزلت لكم تقرير كامل ريفيو كامل نزلت لكم على المقابلة اللي صارت بيننا وبينهم خلاص بعد كذا ما اتكلمونا طبعا الاجراءات اكيد اني مقدمت على دار الوداد يدرون ان الاجراءات تاخذ وقت ما هي سريعة اذا كانت المناطق الكبيرة زي مثلا دار الوداد الفرع اللي انا تاب عليهم اللي يكلموني منه مكة فالمناطق الكبيرة زي مكة جدة الرياض اللي فيهم اصلا دار الوداد ممكن تمشي امورهم اسرع من المناطق الصغيرة لانهم اكيد يودون الاطفال الناس اللي عندهم ما يبغلون يروحون بعيد لان في حال الطفل راح بك برا برا مكة ولا برا الرياض برا المدينة ينجبرون ايش يسافرون لهم عشان كل فترة يطمونهم عليهم فاكيد يختارون الاقرب لكن انا مقدمة اكيد وما زال موضوعي جاري وماشي باذن الله تعالى اول ما يعطوني خبر انتم خواتي اللي احبهم واللي حبه وامساره من وره شاشة ترى هذا رزق كما تحبون انسانه من وره شاشة مجرد بس صوت مجرد بس يدين هذا يا بنات رزق رزق من عند الله سبحانه وتعالى واشكر الله على الرزق اللي رب العالمين العطانية الحمد لله من فضل ربي علي الحمد لله من فضل ربي علي الحمد لله مهما حاول الغير تشويهك ما حد يقدر عليك الا بامر من الله سبحانه وتعالى الحمد لله شكرا من اعماق قلبي والله لو اتكلم عليكم من اليوم البكرة ما او فيكم حقكم يقول المثل خذ 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 الاصحاب من افواه المواقف ايه والله انكم صدياتي وخواتي ويا رب اني اجتمع معاكم في جنات النائم على سر المتقابلين الله يجمعني معاكم ان شاء الله شكرا للحب للدفاع المستميت الحبكم لي المعزتكم الامسارة كل الكلام الحب اللي انا قريته شوفوا كل كلما قلتوها خيرة في حقي تأكدوا ممكن المواقف تلعاد عليكم مرة ثانية واتمنى انكم مجربون الموقف هذا بس رب العالمين يوريكي الشي الطيب اللي انت سوتي كيف رب العالمين راح عيش كيف رب العالمين راح يردلكي احبكم 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 في الله ولله دائما وابدا حب كذا غير مشروط الحين جيت معاكم هنا يا بنات للنعناء خلاص هذه يا بنات طريق تيب حفظ النعناء شوفوا اجيب حزمة النعناء بس افكها بدون ما نظفها عبيها مي وحطها زي الباقة شايفات خلاص اسكنها بكيس من فوق وحطها بالثلاجة بس شوفوا هذي كده ويا سلام حطوها بالثلاجة عندكم الحين تعالوا معاي خلوني اغسل التفاح الاخضر انا عندي سارونا هي الوحيدة اللي تاكل التفاح الاخضر بالبيت وش السالفة انا من يعارف اسم اللي عليها تحب التفاح الاخضر عندي سارونا تحب كل حاجة حامضة خلاص البرتقال تفاح الاخضر عصير الليمون تموت بالحوامض تحب الاشياء الحامضة عندي بالبيت فجبت لها هنا تفاح اخضر وصلته كده عبيته بالسلة كان عندي شوية صراحة من قبل تقريبا ثلاثة فعبيتهم من بعض برضو كمان جبنا موز رغماني انا ماني من عشاق الموز بس ابو سارونا يا بنات جاب موز علشان من جاب موز اكيد اكيد علشان سارة كمان سارة تحب الموز فنجيبوا لها انا والله لا من عشاق الموز بيني وبينكم ولا من عشاق التفاح الاخضر عادي اكلهم بس مو مرة يعني ماني من الناس اللي الهف عليهم لا مو زيادة الحين تعالوا معاي هنا خلوني اوريكم الطلب الجميل بعد ما خلصت اكيد ما انبخر المطبخ اللي وصني من متجر بيت الورد هذا المتجر تكلمت عليه اكثر من مرة وخلونا كذا نستعدل تنظيف المطبخ ختام هامسك شوفوا ايش وصني من متجر بيت الورد وصني منهم معطرين معطر النظافة ومعطر ذوق برضو وصني منهم بخورين زي ما تشوفون هذا واحد هذا يبنات عبارة عن مبثوث بتكلم عليها الحين اشياءها تجنن 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 وهذا الثاني يبنات معمول برضو معمول ذوق خذوهم على ضمانتي لما اقول على ضمانتي يعني حاجة موثوقة شوفوا هذا المعمول ما شاء الله انتم شايفين اللون غرقان غرقان زيوت غرقان وتعالوا يلا خلونا نولع كذا وحده وراح اجرب معاكم اليوم باذن الله تعالى المعمول طبعا المعمول الطريق واضح انه جديد جديد شوفوا قطيت كذا جبت الفحمة وبغلعها راح اخليلكم رابط متجرها تحت في صندوق الوصف واول كومنت مثبت للحابة تاخذ منها يطول ما ينحرك الريحة فضيع فضيع ما شاء الله مليان زيوت الله يوفقك يا حبيبتي وبإذن الله تعالى يكبر مشروعك هذا مو اول تعامل تتعاملين فيه معاي ومتأكدة بإذن الله تعالى ان شاء الله اني بسمع انك خبر طيب بيوم الايام واصلي بنات على ضمانة امسارة لتموح حاجة للعيد تاخذ من انت واسعارها جنن اسعارها فضيع وحلوة من قلب اقولها لكم اسعارها جنن وفضيع وحلوة بخلي لكم زي ما قلت رابط المتجر تحت في صندوق الوصف اقولكم بتمثبت طبعا انت تعرفين البخور جيد ولا لا شوفي سرعة احتراقه على الفحمة اذا احترق بسرعة مع الاسف هذا رديء خشب مجرد خشب مسجه لكن لما تبعون بخور زي وبخور حلو او معمول حلو لا يطول على ما يحترق وانا اقولها من كل قلبي مسؤولة على كلامي بخورها من احلى البخورات ممكن قد تكون الناس اذواق ممكن تشتري شي ما يجبك انا عارفة موش قاعد اقول بالبخور هذا برضو ارسلتني معطرين هذا المعطر الاول راح استخدمه هنا وهو معطر ايش معطر نظافة يجنن بخرت كما عطرت فيه كمان طبعا البخورات كلها شلتها الامي ووديتها الامي معدها معطر نظافة قالت لي مبغى قلت لها تبغين فقالت لا قالت ما يحتاجه يعني اذا تبغين ما تبغين جيب لي بس الودو طبعا كل الاغراض اغلبية الاغراض اللي اخذها اوديها الامي فضيعات يا بنات وحلوات وهذا المعطر الثاني هذا نظافة وهذا ذوق الله يوفقها يا رب يا بنات على رمانتي اخوذوا من عندها من المطبخ قلبت ريحت وشوفوا الحين الفحمة شغالة شوفوا ما شاء الله الكثافة شايفت وهذا كمان المعطر اتمنى من كل قلبي تكونوا حبيت الفيديو اتمنى كمان تكونوا استمتعتوا واستفدتوا وكذا اكون خلصت المطبخ يا حبيباتي السفر بتعيشون معها ان شاء الله اجواء حلوة احبكم من اعماق قلبي ربي اجعلني خيرا مما يظلنون واخفر لي ما لا يعلمون ولا تؤخذني بما يقولون اللهم اكفينيهم بما شئت اللهم اكفينيهم بما شئت سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك كلمة صغيرة اخيرة حاب اقولها اذا حبيتي قناتي لايك صغير فضلا لا امرا برضو كمان شيري الفيديو وشاركي اذا حاسن قناتي فعلا تستحق انها تكبر اشوفكم على خير باذن الواحد الاحد احبكم من اعماق قلبي استودعتكم الله